سياسيا عاد البرلمانيون بولاية ميلة للواجهة بعض ان اختفوا عن الوجود منذ انتخابهم واصبحوا محل انتقاد كبير لتخليهم عن وعود اطلقوها خلال الموعد الانتخابية السابقة التفاصيل في تقرير مرسلنا صوفيان بوعون عاد من جديد بعض البرلمانيين ممن اختفوا عن المشهد العام في ميلة واصبحوا فجأة الرقم الاول بالزيارات الرسمية للوزراء والصالونات والمعارض المحلية طمعا في انتخابهم من جديد تسيل المرحلة القادمة لعاب الاكثارية من البرلمانيين لمواصلة جلوس تحت قبة زيغود يوسف بعد ان اختاروا العاصمة مقر للإقامة بعيدا عن من انتخبهم للدفاع عنهم واختاروا القنوات التلفزيونية للظهور بشخص محلل كان حضور من اجل طرح الشغالات المواطنين حتى ان كان في اليوم الاخير ليست مشكلة ولكن الان كانت في لها غرض اخرى كما كانت لعصى موسى والتي فيها مآرب اخرى فذلك يتنفى مع النضال السياسي الدائم وبعيدا عن اللقاءات الداخلية فان الشارع المحلي هاته المرة يتوعد البرلمانيين البعيدين عن مجتمعهم المحلي برفض اغلبيتهم شكلا ومضمونا